أضرب عنقك كمان سبقك وقد شققت عصى الضاعة وخرجت علينا يا أمير المؤمنين أنت الداعي وأنا المدى أنت الحاكم وأنا المحكوم وأعرف أنك لا تقتل قومك ولن تؤذي من لم يرتكب دمك ومن قومي؟ أنت مولانا أمير المؤمنين هارون بن محمد ابن المهدي ابن عبد الله المنصور ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف وأين أنت من قومي؟ أنا محمد رمو إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيدن ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف أحسنت في تفصيلك وعن جدنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هاشم ومن مطلبك هتين هم منا ونحن منهم ما فارقونا لا في جاهلية ولا في إسلام صدقت ولكم آل المطلب من سهم ذي القربة ولكن كيف لم ترتكب ذنبا؟ وقد بلغنا أن ابن عمنا لما بغى علينا وتبعه الأرذنون كنت رئيسا عليهم ما الذي حشرك مع هؤلاء؟ يا أبن المطلب إذا نحن فضلنا علي فإنها روافض بالتفضيل عند ذو الجهل وفضل أبي بكر إذا ما بكرته رميت بنصب عند ذكرها للفضل فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما بحبيهما حتى أوسد في الرمل القصة يا مولاي إن ثقيفا وباني الحارف احتكموا إلي في ملكية بعض الأراضي ساوموا وحاول كل منهم أن يستميل لنا حيثا رفضت فشناعوا بي في مكة وعند الواد فحملني الوالي مع من حمل وأشهد الله أنه التهمني ظلمه والله يا مولاي إن سيرة هذا الرجل وسمعته ذكيتان وطيبتان وما كان لأحد مثله أن يبيع دينه ويشتري الدنيا وإني يا مولاي لي حرمة الإسلام ودمة النسم وقبلهما وعد الرحمة الذي أرسله الله لي على يديك لقد ذكرت قرابة سنحظها لك وذكرت علوما لو وعيتها سنقربك ونكرمك عليه وشهد لك من نثق بشهادته أكثر الله في أهلي مثلك أيها الفقية فبما تعيض أمير المؤمنين يا شافعي وبيجاز ما دمت قد طلبت الوصية إذن فاخلع رداء الكبر عن عاطقك وضع تاج الهيبة عن رأسك وانزع قميص التجبر عن جسدك وانشر سرك وألقج الباب الرئيء عن وجهك مستكينا بين هذا يا ربك حتى أكون لك واحدا عن الحط وتكون مستمعا بحسب القبول فينفعني الله بما أقول وينفعك بما تسمع اشترك في البقاءات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية اشترك في القناة